اشتركوا في القناة تجارب بحرينية وبرطانية تم استعراضها خلال منتدارجة للأعمال البحريني البريطاني كشفت عن الفوائد الإيجابية للاتجاه للطاقة المتجددة واستغلالها بالشكل الأمثل تماشيا مع توجهات الحكومة الموقرة واهتمامها البالغ بتشجيع الاستثمار في هذا المجال في إطار توجيهات القيادة والحكومة الموقرة لتشجيع الاستفادة من الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة قمت اليوم بعرض محاضرة عن فوائد الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في مملكة البحرين إلى الجمعية البحرينية البريطانية واستعراضت في هذا اللقاء الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة واستعراضت آخر المشاريع في هذا الخصوص وكذلك كلفتها الآن منافسة للطاقة الحفورية وتوفر للحكومة الموقرة الغاز الذي يستغنى عن استخدامه إذا استعملنا الطاقة الشمسية أن الغاز سوف نستطيع الاستفادة منه في المشاريع الاستراتيجية في المستقبل هذه المشاريع التي تم طرحها في المنتدى ركزت على الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال وسبل الاستفادة من الخبرات البريطانية تمهيدا لتوظيفها على أرض الواقع المنتدى البحريني البريطاني هو لتطوير العلاقات التجارية والسياسية والاجتماعية بين البلدين ومن ضمن هالمؤتمر نحاول نستفيد من خبرة بريطانيا في الطاقة الشمسية واستيعابها لإنتاج الكهرباء في كثير من محلاتهم في بريطانيا الآن يعتمدون على طاقة الكهرباء من الشمس نحن البحرين الله نعم علينا بشمس تقريبا كل يوم في السنة ومع هذا ما سستفيدنا منها في الماضي بالطريقة المناسبة إن شاء الله نستفيد من الخبرات البريطانية ونطبقها عندنا خطوة لافتة تتجه مملكة البحرين للقيام بها من خلال الاستغلال الأمثل للطاقة المتجددة على اعتبار أنها استثمار جيد وها هي اليوم تطرح خبرتها وتكسب أخرى في هذا المنتدى الأمر الذي له أكبر الأثر في فتح أفاق استثمارات جديدة في المملكة تعود بالنفع على القطاع الاقتصادي والبيئي خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين